وكأن الأرض لم تعد أرضهم وكأن الماء الذي عشقوه لم يعد ماءهم شباب العراق تحولوا إلى طيور مهاجرة لم تعد تجد الدفء أو أي مقومات للحياة في بلاد الرافدين بحسب استطلاع لشبكة بيبيسي البريطانية والذي كشف عن تزايد أعداد العراقيين المحبطين من الواقع ويتصورون مستقبلاً أكثر إشراقاً خارج بلادهم بعد عشرين عاماً على غزو أمريكا والغرب للعراق وتؤكد أراء الفئات المستهدفة بالاستطلاع أنه بالرغم من تعقيدات مسارات الهجرة وإغلاقها بوجه اللاجئين بشكل عام فإن هناك آلاف العراقيين يحاولون عبور حدود تركيا واليونان وبلغاريا للوصول لوجهة أكثر استقراراً وأماناً من بلادهم استطلاع تؤكده أرقام الهجرة المتصاعدة حيث تبين الشبكة نيرج للصحافة الاستقصائية أن معدلات الهجرة في عام 2022 لم تتراجع عما سبقه ففي محافظات كردستان العراق وحدها سجلت أكثر من 72 ألف محاولة للجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي رغم إغلاق طريق بلروسيا ورغم الانتهاكات التي تعرض لها آلاف اللاجئين العراقيين على أبواب أوروبا إلا أن هذه الرغبة لا تزال موجودة وبشدة وخصوصاً لدى شريحة النازحين العراقيين الذين يرغبوا 75% منهم بالهجرة والخلاص بحسب تقارير حقوقية هذا الخلاص المفترض يبدو بالنسبة للنازحين أقل صعوبة من توجهات وزارة الهجرة والمهجرين لإغلاق المخيمات والتركهم يواجهون مصيرهم في ظل أوضاع أمنية متردية أصلاً بسبب الميليشيات إضافة لواقع معيشي صعب فرضه فشل عمليات الإعمار والتنمية والفساد الذي طالها فضلاً عن الأزمات الاقتصادية التي تسببت بها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 حتى محاولات تغيير الواقع عبر التظاهرات لم تنجح أمام صخور الطبقة السياسية والتي حولت الصحفيين والناشطين والمتظاهرين أيضاً إلى مطاردين وطالبي لجوء بالرغم من الثروات الهائلة التي يتمتع بها العراق ويحرم منها شبابه وأهله